السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم رجاء احباد يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل حامل الموبايل او استاند الموبايل هو نفس السورة اللي ان شفتوها على بداية الفيديو هعمل وهو المفروض ان هو يتعامل بخيط الكليم بس خيط الكليم قدام الكاميرا بيبقى صعب شوية في الشغل حبيت عمله بالخيط السلسلة اللي هو بيجي شلات وانا بفكها كده بالشكل ده خيط المكرمية لقصد خيط السلسلة المفروض ان انا بشتغل بابرة رقم اربعة اربعة ونص بس انا النهاردة هشتغل بمقاس رقم تلاتة عشان انا عايزة الشغل يكون مجدود عشان ما تطلعش طرية وممكن توقع الموبايل وهنحتاج مقص وابرة تنظيف ولع عشان الطرف بتاع الخيط لان طبعا احنا عارفين ان خيط السلسلة بين السل فاحنا هنبدأ مع بعض هنعمل عقدات البداية طبعا عقدات البداية كلنا عارفينها وبموجودة برضو على القناة للناس اللي هي مش عارف بتعرف تعملها هنبدأ نعمل اول غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وهزود غرزة يبقوا اتناشر غرزة هفجي اعمل غرز حشو لغاية نهاية السطر هيبقى معايا حداشر غرزة هكمل نهاية السطر غرز حشو عملت السطر كله للاخر لغاية ما خلصت السطر هلف كده وارجأ اعمل اول غرزة هنا انا مش هرتفع مش هعمل سلسلة لاندي لو عملت سلسلة الخط هيبقى عملت سلسلة زيادة انا عايزة الخط يطلع مظبوط معايا من الجوانب هبتدي اشتغل اول غرزة هنا هو في اول غرزة عطول لان انا ما ارتفعت السلسلة فهشتغل في اول غرزة هبتدي برضو اطلع بالسطر كله عبارة عن غرز حشو برضو لنهاية السطر بكمل السطر للاخره عبارة عن غرز حشو للاخر بنكمل السطر وما بننساش الغرزة الاخيرة عشان الجوانب تطلع معانا مظبوطة الجنب لازم يطلع معانا مظبوطة عشان شكل الشغل ليبقى تمام هكمل بيت السطر وارجع لكم اهو انا كده جاية الغرزة اللاب للاخيرة اهي والغرزة الاخيرة بتبقى ميلة شوية كده وسانا ايه وبعارفة شكلها فبدخل فيها شايفين لازم ااخدها كلها اخد السلسلة كلها ماسبش جزئتين وراح ماشى بيها بالشكل ده وابتدي الف برضو زي ما قلتلكو شايفين اهو انا لفيت انا لفيت اهو فادخل على طول في الغرزة اللي بعدها عشان السطر معايا يطلع مظبوط ولما اجي الف على الدايرة يعني الف داير ما يدور عليها ابقى بيلاني الغرزة اللي انا هدخل فيها او شايفين ادي اول سطر ادي تاني سطر ادي تالت سطر هيبتدي يبقى معايا لما اجي الف من جنبه الغرزة تبقى واضحة وجميلة ما تدوخكش وانتي شغالة انا كده هرتفع تمن اسطر وارجع لكم تين خلاص هنبدأ رايحين جايين رايحين جايين بنفس الطريقة ثمن اسطر هكمل التمن اسطر واشوف شكلهم بس اعمل ازاي وارجع لكم عملت تسع اسطر خلاص هبتدي ثالث هامل سلسلة هنتجي اخد اول غرزة ده اول سطر تاني تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اول سطر او هامل اول سلسلة اول غرزة ادي التانية تلاتة اطر تانية تسعة ثم تسعة ضربة اول غرزة اول غرزة سطر تانية تلاتة اول غرزة اول غرزة تلاتة اول غرزة طرق ثاني واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية اجي الغرزة التسعة اللي هي العقدة البداية تمام انا هدخل فيها كده وهعمل برضو ورزة حشو وبس وهشد بقى الخيط بالشكل ده عشان الغرزة تقفل عشان الغرزة تقفل معي وابتجي اعمل سلسلة وادخل في الغرزة اللي بعدها على طول تمام وهمشي بقى تستطر كله هاخد معي طبعا الخيط بتاع البداية وهبتجي اعمشي غرزة فوق كل غرزة غرزة حشو ها فوق كل غرزة غرزة حشو شايفين هلف برضو بالشكل ده كده لغاية ما وصل لغاية هدا هكمل وارجع لكم خلصت الدوران اللي نقول لكم عليه اهو لفتها كلها وهيجي اخر غرزة اخر غرزة اخر غرزة هنا اهو هعملها غرزة منزلكة خلاص انا هو جيت في الآخر كده هو هابتجي اعمل غرزة سلسلة وابتجي اعمل على الطرف الخارجي من الغرزة اعملت سلسلة وابتجي اشتغل على الغرزة الخارجية من الغرزة تمام اهو واحد اهو شايفين اهو الغرزة الخارجية من السلسلة شايفين اهي خلاص بشتغل كده على الغرزة الخارجية من السلسلة على طول بدون اي تزايد في الجوانب سطر اللي فات كنت بعمل سلسلة او الموصل للزاوية كنت بعمل سلسلة المرة دي لا شايفين اهو انا همشي داير ميدورة على طول من غير اي تزايد او تناقص خلاص اهو شايفين انا كنت لما بوصل هنا في السطر اللي فات كنت بعمل سلسلة عشان الشكل ميلمش معي انا دلوقتي عايزاي يلم ويديني الشكل اللي انا عايزاه اهو بمشي كده شايفين اهو شايفين كده اهو همشي برضو فوق كل غرزة غرزة عالطرف الخارجي من الغرزة اهو هكمل لغاية نهاية السطر كله غرزة حشو عالطرف الخارجي من الغرزة كده خلصت السطر اهو جا اخر غرزة في السطر هعمل ايه هروح تقرف عب الخيط كده شوية وهاجي من ورع الغرزة من جوه كده واسحب الغرزة دي شايفين اهو اصحبها كده عشان شكل الغرزة يبقى زي بعض كله تمام هارجع للغرزة دي كده واسحب الخيط اطلعه البرة تاني عشان هبتدي اشتغل مرة تاني شايفين انا فين هبتدي ارجع من هنا لهنا كده خلاص بس هرجع هخلي من قدام هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هاجي كده هنا هو واحط علامة عشان اوصل لغاية هنا وابتدي حط ماركر حط خيط عملي يعني عملي علامة عشان تعرف انك انت هتفضي شغالة من هنا لغاية هنا وبعدين هنرجع تاني هوريكم ازاي برضو هعملنا علامة كده هنا هو عندنا هو واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اسعاشر احداشر ودي الغرزة الاتناشر تمام هبتدي ارتفع سلسلة وهدخل في الغرزة اللي بعدها على طول وابتدي اعمل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية اهو فوق كل غرزة حشو حشو لغاية نهاية السطر الناحية التانية اللي هي عند العلامة اللي احنا علمناها هنكمل السطر وارجع قولوك هنعمله في السطر اللي بعدها كده وصلت لغاية العلامة وشلتها وعملت الغرز بتاعتي اهو تمام هكمل هرجع بالشكل ده واول حاجة هدخل في نفس دي مش هنقص حاجة دلوقتي هرتفع كده وامشي بنفس الغرز هي هي برضو لغاية الناحية التانية تمام همشي فوق كل غرزة غرزة ومش هتخط اي غرزة في السطر ده تمام هكمل السطر ونشوف هنعمل ايه في السطر اللي بعدها وسلت الاخر غرزة هنا هو نقهي واشتغلت عليها ما ما تخططش اي غرزة هبتدي اعمل سلسلة وهتخطى الغرزة دي وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهبتدي عشان يحصل الميل اللي في الشكل بتاع السطر خلاص وهكمل السطر لغاية الغرزة اللي الناحية التانية برضو عشان اتخططها شايفين بدأ هو يميل معنا هيميل معنا خلاص هنبتدي نكمل فوق كل غرزة غرزة لغاية نهاية السطر قبل نهاية السطر لاسلف ايه غرزة اللي اخطناها هو دي الغرزة الاولانية فانا هعمل سلسلة زي ما عملت هنا سلسلة رح تخطيه الغرزة فانا عملت السلسلة وهتخطو الغرزة دي وهاخد الغرزة Hello الأصلية بتاعيكيه الاولانيه تمام وهبتدي ارفش الحرزة ارجع كده هسيب الغرزة جيد وادخل في اللي بعدها على طول عشان بردو مش هتخطى بقى غرزة لأ انا هدخل في اللي بعدها على طول ابتدي اكمل لغاية نهاية استطر بردو بنفس الطريقة كده خلصت استطر ومش هتخطى اي حاجة ومش هعمل اي سلسلة ولا اي حاجة وادخل في الغرزة هي هي تمام هلف كده وهعمل سلسلة وهتخطى الغرزة دي بعد الغرزة الاصلية بتاعتي هتخطى دي وادخل في اللي بعدها يعني سطر بتخطى الغرزة وسطر لا سطر بتخطى الغرزة وسطر لا عشان الميل اللي احنا قلنا عليه تطلع ميلة بالشكل ده هكمل السطر وارجع لكم تاني نهاية السطر انا هتخطى دي وادخل هنا بس هعمل سلسلة قبلها طبعا السلسلة دي بعملها عشان احافظ على الاستاند انه ما يميلش ما يبقاش مقوس يعني ايه بطلع واحدة واحدة على اساس ان عندي انا الموبايل طويل شوية فبتالي بطلع واحدة واحدة ايه مش بخلي مش بنقص على طول مش في كل سطر بنقص غرزة لا انا بزنق بيعني سطر بعمل بي بنقص غرزة وسطر لا سطر او سطر لا لان انا عندي الموبايل طويل انا فكت الجراب عشان طبعا انا بصور به فبس شايفين مسافة طويلة قد ايه انا هوصل لغاية هنا كده عشان طبعا شو فيه كده بس هتلاقي الموبايل واقع منك فانتي لازم ترتفع وانتي بتعملي بيبقى قدامك الجهاز بتاعك بتبقي عارفة انتي هتوصي لغاية فيه لغاية هنا كده عشان يستند انك انت لو عملتش قل من كده هيميل فانتي لازم بتبقي معاك الموبايل بتاعي كنتي شغلة بتبتدي تقسي عليه لغاية اللي ارتفاع ده عشان لما يبقى مرفوع كده اهو اهو لما يبقى كده تمام يوصل لغاية هنا كده خلاص هيبقى مسنود وما يقعش خلاص هكمل انا لغاية الارتفاع اللي انا عايزاها وارجع لكم تاني بنفس الطريقة هننقص في سطر وسطر لا سطر او سطر لا لغاية ما توصلي للطول اللي انش عايزا كده خلصت المسافة اللي انا عايزاها بس عايز اقول لكم ان انا بدأ بقت اعمل اللي هو سطر تناقص وسطر لا سطر تناقص وسطر لا لغاية ما وصلت لعرض الموبايل يعني انا دلوقتي لو انا وصلت لعرض الموبايل خلاص بوقف تناقص بقى ايا كان العرض اللي انت وصلت له بتوقفي تناقص وبتطلعي انا طلعت تعريبا سطرين عشان اوصل للحد اللي انا عايزاه اهو انا بعمل كده اهو خلاص الموبايل كده واقف معايا اهو خلاص انا كده مش محتاجة طول اكتر من كده فخلاص انا طلعت سطرين بدون اي تناقص او تزايد على اساس ان خلاص انا مش محتاجة ان هو جي هنا هو من التناقص تب وبعدين ما انا لو عملت لو بدأت اناقص في السطرين دول هيبتجي يبقى الظهر بتاع ورا الموبايل فانا بالنسبالي خلاص وقفت هنا التناقص وبدأت اطلعت السطرين دول انا محتاجة سطر تالت بس سطر التالت انا مش هعمله هعمله مع الدوران اللي انا هوريه لكم دلوقت خلاص حجي بعد كده هروح اعمله سلسلة وابتدي امشي بالجن هعمل غرزة حشو في كل سطر من الاسطر دية غرزة حشو اهو انا كده شايفين كل سطر من دول كل فراغ من ده اهو هعمل غرزة حشو عشان ازبط الشكل بتاع الشكل النهائي للستن اهو في كل سطر هعمل غرزة حشو وساط كل سطر هعمل غرزة حشو هو كله باين اهو شايفين كل سطر باين قدامنا فبنعمل فيه غرزة حشو نحاول نلاقي مكان نحط فيه الابرة وناخد نعمل غرزة حشو شايفين اهو كل سطر نعمل فيه غرزة حشو هبتدي اعمل داير ميدور بالشكل ده كده لغاية وهلف وهاخد معي فوق سطر تاني كده لغاية ما وصل لهنا فانا كده همشي سطر شايفين بدأ السطر يتعدل ازاي وبدأ الميل اهو بتاعنا اللي احنا عايزينه اهو همشي باقي غرزة حشو على كل غرزة غرزة حشو كده داير ميدور لغاية ما وصل لغاية هنا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه هدي هي رغبة القرية اجمل خلصت الاستند خلص اهو تمام هعمل حاجة تاني انا عملتها داير ميدور زي ما وصلت لكم اهو الجراب دوا هو نفس مقاس الموبايل بتاعي تمام اللي هنشوفتوه على على بداية الفيديو خلص اهو كمام هعمل ايه بقى تشايفين فاكرين الاستطر الاولاني خال اللي هو اللي انا عملته طرف من الطرف دا اهو دا هبتدى اشتغل عليه دلوقتي عشان اخليه بارز شوية عشان تبقى القعدة متينة اكتر مما هي هبتدى اخد كده هبدأ من هنا من اي مكان نبدأ ايه هنعمل ورزة حشو معكوسة هعمل كده تمام دي ورزة الحشو المعكوسة هعمل كده هنزل وهرجع بالشكل دا تبقى اهو ورزة حشو معكوسة احنا المفروض غرزة الحشو بنمشي كده الدوران لأنا برجع شايفين الغرزة اللي بعدها همشي كده همشي كده همشي كده همشي كده همشي كده غرزة الحشو المعكوسة هعملها داير ميدور شايفين هي هتعمل ايه في الجراب هتخلي لي قعدة ثابتة موجودة بحيث لما نحط الستاند يثبت تمام هكمل السطر وارجع لك وريكوا شكلها بقى عمل ازاي خلصت الاطار اللي عملته تمام شايفين عمل ازاي شكله جميل وبيخلي الستاند ثابت تمام حتى ما نحط عليه الموبايل هنعتبر دا الموبايل تمام اهو بخلي الموبايل ثابت وشكله بيبقى جميل لان شكله حتى بصو شايفين شكل الغرزة نفسها بيبقى جميل اوي خلاص بيبقى عامل قعدة قعدة بتبقى باينة كده تمام المهم كنت عايز اقول لكم كمان ان لو انت اشتغلت بخيط الكلم مش هتوصلي للمسافة دي كلها لان خط الكلم تقيل فهتلاقي الموبايل مجرد ما تحطي هتلاقي سابجي يمكن توصلي لنص المسافة دي واتخلصي شغل لكن انا عشان شغالة بخيط السلسلة خط السلسلة بيبقى خفيف شوي انا مردتش اشتغل بالكليم لان الكليم بيبقى صعب قوي قدام الكاميرا بس انت حابة تشتغلي بالخط الكليم اشتغلي حابة تشتغلي بالخط السلسلة مفيش مشكلة دوا هيديك نتيجة كويسة وده هيديك نتيجة كويسة المهم يا رب الشرح يكون عجبكم لو عجبكم الشرح اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد كانت معاكم ردة احمد ان شاء الله نتقابل في شغل جديد وحاجات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة